موسيقى السلام عليكم المحشي محدش فينا ما يعرفش يعمل محشي دي اكلة من التراث وكلنا حفظنا وعارفنا زي اسمينا ثم تيبو اقولكو على الخلطة العظيمة بتاعتي وعلى كم تركاية كده تعمليها هتخليك يزيبق محترفة في المحشي بتاعك ورحتو هتجيب اخر الشارع كل اللي هيكله هيحلف بيه وطعمه مفوش ولا غلطة والخلطة سهلة وبسيطة زي ما تعودنا من غير رغي كتير يلا ندخل على الطريقة والمأدير انا عشان هعمل كمية كبيرة جبت الكيلو بصل ونضفته وغسلته وفرمته في المفرمة كويس ويبعدين معنا هنا حل على النار حطيت فيها شوية زيت محترمين وحكت من اللي هي اللي هي دي اول تركاية معنا بتخلي ريحة المحشي تحفة بيجيب اخر الشارع تمام ونزلت عليها ببصل وقرن من الشطة اللي هو الفلفل الحراء لحد ما يدوب يعني يدوب ايه يتدبل خالص تتبل معنا البصلية ونزلت بتوم تلات فصوص كده من التوم وبرضو برحتك في ناس ما بتحبش تحط مع المحشي توم وفي ناس بتحب كل واحد حسب رغبته وهنا نزلت بالسلسة ومعلقة من السلسة المعلبة ونص معلقة من هرست الشطة ونزلت بالتوابل التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه معنا ملح وفلفل وكمون وبابريكا وبهرات بتاعت المحشي من عند اي عطار ومكعبين من الماي معنا هنا رز مخصول مصري ومتصفي ونزلت بيه على السلسة بتاعتنا وهبدأ اقلب الروز مع السلسة تمام كده وبعدين هنزل بالخضرة بتاعتنا انا بحط بقدونس وكسبرة وشبت في بيت الناس ما بتحبش تحط بقدونس مع المحشي برضو كل واحد حسب رغبته وزقه في الخلطة بتاعتنا ترى ازاي الفل هنا بقى معنا ورق عنا بمتفرزن في الفريزر بفرزه ازاي بجيبه بخسله برسه فوق بعضه واخدر ولا بسله ولا اي حاجة وقم لفاه في ستريتش وحطه في الفريزر وما ايجا استعمله اسخرنه شوية مية وحط فيها ملح وقم سلقه ومطلعه على طول انا هعمله طاجن هنا معنا طاجن فخار حطيت بقى شوية من الخضرة وهنا بطاطس وايه بصل طماطم فلفل حسب رغبتك برضو ويسلم بقى لو في لحمه تقومي حطها تحته هعمله لكم ان شاء الله مرة طبعا كلكم شاطرين في لف المحشي انا بس بعرف الايه البنوتات اللي لسه ما بيعرفوش يحشو ازاي يحشو المحشي الورقة النعمة بتبقى بره والخشنة بتبقى جوه وابدأ بقى ايه الفه زي ما انتو شايفين كده وابدأ بقى ارصه في الطاجن بتاعنا تمام كده خلص حطيت بقى معلقتين من دبس الرمان وشرايح من اللمون وهبدأ بقى اسقي لو عندك شربة تمام ما عندكيش شوية مية حطي فيهم مكعب ماجي ومعلقتين من السلسل اللي احنا شبناها من الاول وشوية بهارات وميحطها على وشه ودخلي الفرن انا هعملوه النهاردة في الفرن وده الكرومب برضو كنت مفرزي نافل الفريزر برضو سلقته مع شوية سكر وقطعته كده زي ما انتو شايفين لفيته وما بخرج بقطعه زي ما انتو شايفين محطة صغيرة كده وابدأ احشي بيبقى برضو زي الفل نلف 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 تمام اجيب بقى حلة واحطها حتت بقى من ورق الكرومب وشوية برضو من الخضرة وابدأ برضو ايه ارص حلة المحشي بتاعتنا استصل اللي احنا كنا شينها اللي هي متسبكة في الاول خدت منها برضو مع علقتين وحطتها على وش المحشي عشان يبقى احمر كده وايه ملع لعا كده وبردو سقتها بشربة وولعت عليه النهار اوه هو بتشرب وهنا برضو حشيت بتنجان وفلفل وهسقيه برضو بالشربة وارفعه النار هنا بقى معنا منبار كنت منظفها برضو بناخد بقى شوية من الخلطة في طبق لوحدهم عشان نقيم من خليش باقي الخلطة تتزفر وكده وابدأ بقى يقعش المنبار زي ما انتم شايفين هجهز له بقى الشربة بتاعته مية وحطت على ورق لوري وحبهان وفلفل اسود حصى وملح وانزلت بالمنبار بتاعنا ولا بنحتاج نوربوته ولا اي حاجة هو اول ما بينزل على طول بيقفل الرز بتاعه ما بيطلعش من جوهي يعني كده استوى شايفين زي الفل تعرفين منين ان هو استوى تطلعي بس ايه بصبعك كده ان صبعك غرس فيه اعرف ان هو الرز جوهي استوى بقى زي الفل المحشية طلع الواحدة بوحدتها وبسم الله ما شاء الله راحته كانت قلب الشقة محشي بقى نقوم عاملين جنبه ايه طبعا الملوخية الخضرة هنا معنا شربة وحطيت عليها الملوخية برضو كان في الفريزر وطلعتها هي مجمدة حطيتها على الشربة وبدأت ايه اقلبها كده بالمضرب السلك شايفين قومها هنعمل لها بقى اقتشا ما لقيت بقى سمنة بلدي ونحط عليها التوم والكسبرة النشفة وتاخد لون وانزل بيها على ايه على الملوخية وشوية ملح وتبقى ايه زي الفل شايفين المحشي نازل الواحدة بوحدته حاجة كده في منتهى الجمال والفلمفل التحفة برضو وققى حط بقى البتنجان البتنجان انا بعمل ايه بسيب نص وزي ما انتو شايفين كده عادي بمطبوخ عادي وبقى وفيه نص تاني بعد ما يتبخ بحمره يبقى الصراحة في منتهى الجمال جربيه حاجة كده روعة والممبار حمرته برضو وعملوا لهم طبق بقى كده وليمة بقى طبق كده يعني يجذبهم للأكل هنقلب برضو ورق العنب فظيعة وفيه ناس بتتشاكل بقى على البتنجان بتبقى دايبة كده واخد طعم المحشي حاجة في منتهى الجمال تمام الشدق بقى داخل علينا والشدق بيحب المحشي والمحشي بيحب الشدق وباسم الله ما شاء الله كرمبل موجود في السوق طحفة يعني هنا بقى قدمناه بشكل حلو وجبت الطبق كده فخار برضو زي المطاعم وتحط لهم فيه الملوخية تدلعيهم كده بجد الطبق دايب يعني يستهل بققك جربي المحشي بالطرقة دي ودعيلي جاي في الملوخية خضرة ازاي طحفة كأنك اصلا لسه مخرطها الوقتي وطبخها وبالفة هنا وشفا ولو عجبكم الفيديو يريد تعملين اللايك وشير وسبسكرايب على قناتي كوكوز لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة